نتيجة للظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق واستتفش سريع لفيروس كورونا قام قسم المضيف بتوزيع واجبات الطعام على الجهات الأمنية المرابطة في الشوارع لتنفيذ حظر التجوال وحائط الصد الأول الملاكات الطبية وذلك تثمينا لجهودهم المبتولة بالوقت الحاضر نحن الأخوة القوات الهمنية والسيطرات يعني في المبادرة أو في التوجيه من سماحة السيد المتولي الشرعي دامة عزة أنه نوزع لهم وجبات طعام وجبة غداء يعني السبوع اللي مضى كان وجبات أربع تالاف وجبة وهذا السبوع اليوم يعني مودينا له مثل تالاف وجبة على أربع محاور يعني محور بغداد ومحور الحلة محور النجف ومحور على طريق التمر على طريق الرزازة توزيع وجبات غدائية شملت عددا من مراكز الحجر الصحي وعددا من السيطرات والمواقع الثابتة والمتحركة ضمن محافظة كربلاء المقدسة وبصورة ميدانية فضلا عن الملاكات الهندسية في العتبة المطهرة التي شرعت بإنشاء ردهات إنعاش المصابين نقوم وضيف العتبة العباسية بتجهيز واجبات طعام للخط الأول المتمثل بوزارة الصحة وكذلك القوات الأمنية حيث نقوم بتجهيزهم بأمنيات كبيرة مبادرة إنسانية أخرى تقدمها العتبة العباسية المقدسة من خلال قسم المظيف فيها تنضوي ضمن حملتها لحماية المجتمع من وباء كورونا ألا وهي توزيع واجبات الطعام على الجهات المعنية المكلفة بحماية المواطنين